السلام عليكم اخوان. فمرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو يعطيني على مركات فرق الرجاء الرياضي. وخصوصا الاحبار العاجلة التي اتتنا من الوازيس. فمدري فرق الرجاء في الصناع الخمس لاعبين. خمس لاعبين من بينهم جوج وافدين. جوج انتلبهم فرق الرجاء الرياضي قبل عدة ايام. قبل ايام قليلة فقط. وهما جناحين. وهذا المركز يملك يعني منهم فرق الرجاء. فكيف يتم التعاقد مع لاعبين لما يراهم المدرب. او 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 لاعبين مغمورين. فانا ما كان ضلمهمش. انا ما كان لومهمش. انا كان لوم. من اوقع على هما. فدب الان. الاخوان غدي يكون اجوج لاعبين غدي يكونوا في لجنة النزاعات. ايلا ما اعطاهم مش رزقهم لها. الا كانوا بسنين معهم بتاعت تلت سنين شوفت تلت سنين بتاعت تلت سنين معهم. فانا كانت ضمش الاخوان ان فرق الرجاء الرياضي محتاج لهذه المشاكل. فالمدريب ما كانش مدريب كانوا يكونوا يوقف على التعاقدات. فما كنضرش انا الاخوان ان هذه الاومور هذي كتب الشر بالخير. فا اومور عالتاني غدي ترجع بين الايام ايام 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 مشاكل الداخلية والتطحونات. مدريب تشارق المكتب تغرب. مكتب موقع اللاعب ما شايفوش مدريب مدريب زرع للاعبين اخرين بلا ما يشوفهم. فقنظن بان مشاكل هذي فراجع في غين انه هو جمهور الفارق الراجع فهو في غين انه انتلاقت الموسم كده يوقعهم مشاكل بحلاكة. كده ادرب سمات فارق الرجاء الرياضي وكده ادرب الجولة عم دي الفارق الرجاء الرياضي. وكده ادرب الموناخ دي الفارق دي اللاعبين. فجوجة اللاعبين يلا وقع عليهم من فارق الرجاء الرياضي قبل قبل اسبوع فقط. فاليوم ما كيتشم ابعاد ديلهم. وابعاد المقعازي. والمقعازي اللي منقش المكان ديله صحيح. ورفقة السلامي ورفقة. ولكن تنظن انه حتى الابعاد ديله مفاجأة. لان اللاعب ربما عنده مياطي. فكن نظن بانه سيقلب على فارق. اللاعب بولهرود كذلك تم ابعاده. اللاعب دوي كتاوه تم ابعاده فمدريب فارق الرجاء الذي فربما اصدمنا اليوم بابعاد خمس لاعبين دفعة واحدة. صحيح كنا كنا ننتظر اه ابعاد بولهرود. ولكن اه كنا ننتظر ان يتم ادخله في صفقة. صفقة تبادلية مع لاعب او 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 شيء من هذا القبيل. ولكن على بعد ثلاث ايام يتم ابعاد خمسة لاعبين بهذه الطريقة. فكن ما هي ازمة المادية. ازمة المادية الحمد لله حتى تقول ازمة ازمة مجموعة. ازمة ازمة جوام. ازمة مناخ العمل. فلكن شيء مقتنعش باللاعب مقازي. فاللاعب مقازي كان كان في البداية الماركاتو كان يمشي. ماشي بقى تبقى تلسية. كذلك ابو الهرود. كذلك الدوي. كيف يجب من اعارة ما عندك شلنا كان ديالك تقلب الارض. فهذا اللاعبين على ثلاث ايام. فربما ما غد يكونوا في حد الوضعية حالية. انهم يبحثوا على فارق. وكذلك فرقة جاء خاصة يفتخ معاهم العقد. لانما بغاش يمشي معاهم من نزاعات. فكيفاش الاخوان واشدبات خمس لاعبين يمشيون نزاعات بخمسة. انا لمشيون نزاعات بخمسة. ركام دون بانه مشكل كبير. فما عرف شنو غدي ديره. فالخابر هذا فجاف الدقائق الخليلة الماضية. فهذا ما كنتش غدي ندير فيديو. اليوم حتى ما كانتش احداث. ما درتوش في النهار كامل. ولكن هذا الحادث. فربما فرنشرته في الفيسبوك والانستغرام. ولكن لا بد من تحليله. لا بد من الوقوف وراء. وراء ما الذي دفعه بمدرب. للقيام بهكذا قارار. على بعد ثلاثة ايام فقط. ومن الذي دفعه بمكتب موسير. دي فرقة رجال رياضي انه يوقع للاعبين. اتنين. بدون مشاورة المدرب. وبدون استشارته. فالمدرب من حقه انه اه اه يدخل معا في المجموعة اللي غدي اللي غدي يلاق له. اللي غينفعه. من حقه. يعني المكتب موسير اه هنا. فقام بخطأ كاريجي. فعنا لاعبين اتنين. توقع عليهم. عقد. اه القليل غيكون وقع عقد عامين. ما ما ممكنش انه لاعب يوقع معك عقد عام لمدة سنة لانه ما عندوش اسم كبير. يعني هاد اللاعبين فرق امام همورين. فكن نظن بانه لاعب من فارق راشا من رشاد برنوسي واخر اللي كان يدور في اسبانيا. ومن قش. دونك ما غديش فارق راجع الريادي. عشنو غدي يقول. غيقول هاد اللاعبين خاصنين نوقع عليهم عقد تلات سنوات. باش. الى مشوا تبانوا مزيان. غدي نبيعهم. خاصنين نرمح فيهم. مش غدي وقع عليهم سنة واحدة. هم لي تفرق على اللاعب كما تنقولو. اهرب. اه يمشي قلب على فارقة. زيانة بعقد. وما تصور من عندو راجع. تشي هاجة. دونك فارد اللاعبين. فالغالي بفهم وقعين تلات سنوات. تلات سنوات الاخوان لم ينقوش معهم الحل. غدي يمشون لجلة النزاعات. غدي يمشي ويجي بدولك الصداع اوتان. فكنتظن بان هذا القرار هذا اللي تاخذ مدريب. فهو شيئا ما اه خطير. ما تنقولش عنهم اللاعب خاصة ما يبقاو. ولكن تنقول انه اه ما هي الاسباب وراءه. اه دخول في هكذا مشاكل لفارق راجع الرياضي في غينا عنها. ففارق. فليتشوع الحمد لله. فارق راجع عادة النياة الى ما جاريها. فكنتظن انه خمسة لاعبين ينمشون النزاعات. فكنتظن بانه شيء صعب. ما تنظنش عن الدويق غدي يمشي لجنة النزاعات لانه بحكم انه راجعوي. فغدي يقلب على فارقة وغدي يسافته بريطة ولا هذك مشي مشكل. ولكن اربع لاعبين ما يتفاكوش معك. يعني قبل ما نقعوا في هذه المشاكل. فكنتظن بان فارق الراجع الرياضي فعندوه من المسيرين وعندوه من المكونات ما يفقاهوا في هذه الامور. فما كنتظنش ان فارق الراجع الرياضي ما ما زال خاصين وبحالة المشاكل. فلاعبين اتنين اه اوقع عليهم المكتب المسير بدون استشارة المدريب. فكنتظن هذا خطأ جاسيم. خطأ 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 خصو من بعد منه الاستقالة. خصو من بعد منه اقالة ما نوقع عليهم. فكنتظن ان اخوان في هذه الامور هذه. فما بقيتش ما بقيتش انه ما بقيتش الراجع ما بقيتش تهنم من هذه الامور. لاعبين. مثلتهم ت تعاقدات يدعم بهم فارق الراجع الرياضي. اذا كان شهر خليلا ما استفد منهم ان انه امتحاجه. لاعب بولهرود. يدعم قاورية ما استفد منهم ان انه مزيان. يدعم لا يوجد ذلك الشيء الذي كنت سنو منه اللاعب الذي فتح سوميلة وطارة وقع في الماركات وشهر لتوقع ذلك هذا اللاعب يوسف غرب وقع كذلك مؤخرا في الماركات وشيتا الماضي لا تستفيد منه الراجعة فلا نظن أنه مثل هذه القرارات ستساعد فرق الراجعة في تحقيق الألقاب أو العودة إلى سكة الألقاب التي نحتاجها التي يحتاجها جمهور الراجعة فجمهور الراجعة يحتاج العصبة الأبطال الأفريقية ويحتاج البطولة كل موسمين على الأقل فالإخوان نظن بأن هذه القرارات التي تأخذها اليوم ستكون هناك تابعات ستأثر وما أريد أن أشهر لتوقع ولكن فأربما سترقل وقال وشهر لتوقع لهذا وشهر لتوقع لهذا إخوان شخصي نقول لكم الله يصحب وصافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الفيديو آخر إن شاء الله